بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلاً وسهلاً بكم أعزتها الطلاب والطالبات في يوم من دراسين جديد مع مادة فيزياء 2 ومعكم المعلمة أمل مصلوخ من لغة الإشارة أستاذ معاد القرعاوي اليوم بإذن الله سنتعرف على تطبيقات في إيجاد محصرة العزوم لنقرأ أهدافي معاً اليوم بإذن الله سنتعرف على إيجاد محصرة العزوم أهداف درسي أن أطبق شرطة التزان على حل المسائل أهم مفرداتي المحصرة دعونا نتذكر ما تعرفنا عليه في الحصة السابقة أخذنا مدخلاً رائعاً للعزم وشرحنا أهم أساسيات العزم في التعريف في صيغته الرياضية كذلك رمزه وتعودنا على رمزه وحدته والعوامل المؤثرة عليه ماذا عن اليوم؟ أخذنا اختبر فهمك في الحصة السابقة لنقوم بحل اختبر فهمك اقرأ معي أحضر الكتاب والحاسب وتحقق معي من النواتج الآن إذا تطلب تدوير جسم عزماً مقداره 55 نيوتن في متر في حين كانت أكبر قوة يمكن التأثير بها 135 نيوتن فما طول ذراع القوة التي يجب استخدامه طبعاً كما تعودنا نضع خطاً تحت ماذا؟ تحت المعطيات ثم نكتبها سرداً تحت بعضها البعض حتى توحي لك بالقانون المستخدم هذا عبارة عن ماذا؟ العزم أحسنتم تاو في حين أن أكبر قوة يمكن التأثير عليها اقرأ جيداً أكبر قوة إذن F فما طول الذراع القوة مطلوب مني حساب طول ذراع القوة اللي هو عبارة عن R طبعاً هنا لم يذكر لك ماذا؟ لم يذكر لك أنها عمودية أو لم يذكر لك أنها حصورة بزاوية فبالتالي هنا سنأخذ فيتا بكم؟ بتسعين على الأغلب الطلاب يحتار ففيما إذا في المسألة لم يذكر أنها تميل كذا ولم يكتب عمودية فإذا لم يكتب فذخذها بتسعين المعطيات الموجودة التاو كم؟ 55 الـ F 135 الـ R مطلوبة وبما أنه لم يذكر قيمة الثيتا إذن الثيتا بتسعين فأطبق مباشرة في هذا القانون أريد إيجاد ماذا؟ إيجاد الـ R إذن مع R الـ F تذهب الطرف الآخر بعملية قسمة فبالتالي الـ R تساوي تاو على الـ F كم التاو 55 كم الـ F 135 يلا بآلتك الحاسب معاي 0.407 متر طبعا هذا بالنسبة للمسائل الصريحة السهلة التي لا مجال لك في الخطأ فيها فمر يدك وذهنك جيدا عليها طيب دعنا نمهد لدرسي اليوم اليوم سأدخل في موضوع الاتزان أكثر وأذكرك بجزئية أخذتها سابقا أتذكر هذه المصطرة عندما قمنا ببداية الباب بإجراء تجربة استهلالية كانت في سؤالها متى تتزين المصطرة واستنتجنا من إجراء التجربة عمليا أنها تتزين عندما ماذا؟ أحسنتم عندما يكون أخذنا عبارة جدا مهمة ونبهت عليها كثيرا قلت أنها هي مفتاح لدخولي لهذا الباب بإذن الله وهي تمهد لي كثيرا شرح هذا الباب كنت أقول أن محصلة أو مجموع العزوم مع عقارب الساعة عكس أو تساوي مجموع العزوم عكس عقارب الساعة يبدو لك الآن فهمت عزوم وعكس عزوم ومع عقارب الساعة يبدو لي هناك رابط فيما بين اتجاهات العزوم نعم استنتجنا في الحصة السابقة أن العزم عندما يكون عكس عقارب الساعة موجب وعندما يكون مع عقارب الساعة سالب عندما يتساوى قيمة العزمان في اليمين وفي اليسار عندها تتزن المصطرع يبدو لي كأننا بدأنا نبني المفهومة قليلا عندها ركبت معادلة F في R F1 في R1 في اليمين تساوي F2 في R2 في اليسار إذن FFR أخذناه في الحصة السابقة أنه يساوي العزم أعلم جيدا عزي الطالب الطالب أنك قد تتنبى الآن وتقول أن العزم FFR ساينثيتا أين ذهبت ساينثيتا قل لي أين ذهبت ساينثيتا ساينثيتا ذهبت عندما تأملت المصطرة وجدت أن هذه القوة لتكون هذه F1 وهذه القوة لتكون F2 هذه المسافة R2 هذه المسافة R1 تأمل الزاوية المحصورة ما بين F1 و R1 أما تراها 90 كذلك بنفس الطريقة هنا أما تراها 90 لذلك نعم هو العزم ماذا واحد يساوي العزم 2 بغض النظر عن ساينثيتا حيث ساينثيتا هي ساينثيتا هي ساينثيتا تسعين تساوي واحد لذلك لا أكتبها يبدو الموضوع هنا أصبح منطقيا جدا لما درسته في الباب تجربة سهلالية ولما دعمت فهما هنا في العزم إذن كنا نسأل ونقول أن المصطرة أن المصطرة تتزن ولكن ليس المسؤول عن اتزانها القوة وللمسؤول عن اتزانها R إنما الكميتان معا من هم الكميتان معا؟ FF R هي المسؤولة عن التساوي والاتزان عندما تتساوي FF R يمين مع FF R يسار عندها نقول أن المصطرة متزنة هذا هو العزم طيب كيف يمكن أن أحسبه وما هي الأمثلة الموجودة كلها سنتعرف عليها خلال هذا الدرس لنكمل شرحنا انظر قد تتساءل عزي الطالب والطالبة أين العزم في الحياة؟ يعني أنا الآن أدرس عزم وأخذ قوانين العزم هل هذه المشاهدات موجودة في حياة اليومية؟ ترقب هذه الصورة لديك في يمين الشاشة رجل يحاول أن يمشي على خيط آلية المشي لديه يفرد يديه الاثنين كي يستطيع أن يتزن ولا يسقط هذا بفعل ماذا؟ بفعل العزم أيضا لديك هنا في صورة صنين بعض المناظر الجمالية التي ماذا؟ ثقلين في يمين ويسار أو حجرين في اليمين ويسار يرتكزان على حجرة كبيرة في النص اتزند بسبب العزم أيضا في حدائق نعتدنا على هذا المشهد لأطفال يلعبون بهذه الأرجوحة تسمى أرجوحة الميزان كل من الطالبين يدفع الآخر وكل من الطالبين يجعل القوة تختلف فبالتالي ينهض الطالب الآخر ثم ينزل الثاني وتبادلا وهكذا هم يلعبون لعبة فيزيائية وتبادل قوة فيزيائيا بغض النظر عن المفهوم العام يعني هناك أشياء وظواهر نفعلها في حياتنا اليومية لها رابط كبير جدا في الفيزياء من ضمنها هذه المشاهد كيف تكون وكيف يتم الاتزان سنتعرف عليه أكثر الآن ترقم معي ندرس الاتزان في الأرجوحة هذه الأرجوحة كيف سأربط لعبة الأرجوحة في قانون أو قوانين العزم لدينا تأمل معي الطفلين قبل قليل طبعا هنا وضعت ثقلين اثنين لا نختلف ثقلين أو ثقل هنا لنقل في الثقل في هذه الكفة A والثقل الآخر في الكفة الثانية B أسميتهم A و B سنقوم الآن بماذا بأخذ تجاه القوة أو الثقل الثقل هنا باتجاه ماذا الطفل كان باتجاه الأسفل كذلك الثقل في B هنا باتجاه الأسفل نقطة هذه نسميها نقطة الارتكاز اللي كنا نسميها في العزم بمحور الدوران أو نقطة ماذا نقطة الارتكاز طيب إذن لدي هنا مسافات المسافة احفظ هذا جيدا المسافة من النقطة لنقل مثلا المسافة من مركز القوة هذه إلى مركز الارتكاز نفسه يعرف بـ R2 تبع القوة تبع مسماها نفسه أما بالنسبة للمسافة الفاصل يحرى الارتكاز إلى الثقل نفسه يعرف بماذا بـ R1 إذن حددنا F1 F2 حددنا R1 R2 السؤال متى تتزن متى تتزن هذه الجوحة وكيف يمكن أن أدرس اتزانها حسابيا عن طريق ماذا تطبيق حاشتين الحاشتين هذه سأستخدمها حتى في الدرس الجاي أو لبعده كمان أولا اللي هي عبارة عن ماذا أولا محصلة سيجما تعرف جيدا بمعنى دراست الرياضيات أن السيجما هي عبارة عن ماذا مجموعة نقرأها بالرياضيات سيجما وهي بالمعنى مجموعة مجموع القوة يساوي صفر كذلك مجموع التاو رقم 2 كم يساوي صفر عندما أبرمج هذه المعادلة ماذا أفعل اجمع التاو التاو عندي كم كم عزم هنا موجود بما أن لدي ثقلين إذن لدي عزمين طيب عندك ثلاث قوة ثلاث عزوم عندك أربع قوة أربع عزوم هذه القاعدة خذها من الآن فصاعدا بما أن لدي قوتين A و B إذن عندي عزمين معنا سيجما تاو كيف أكتبها هذه سأكتب F1 تمام ضرب R1 ماذا تساوي لا طبعا رح أجمعها مع من F2 ضرب R2 الآن تساوي صفر طيب انقل F2 R2 للطرف الآخر سننقلها للطرف الآخر بهذا الشكل قد تتساءل نعم عندما أنقلها تأخذ إشارة سالبة نعم أعتمد الإشارات سالبة وموجبة ولكن هنا نعتمد أن واحدة كانت مع قارب الساعة والأخرى عكس عقارب الساعة وتفهم كلامي هذا جيدا عند حل المسائل المهم عندي الآن أن أحقق كيف أعرف كم عزم موجودة عندي بعدد القوة كيف أتعامل مع المعادلات أتعامل FFR بعدد القوة الموجودة طيب ماذا عن مجموع القوة مجموع القوة كل ما عليك عادل القوة الموجودة عندك اجمع في طرف F1 F2 F3 F4 وهكذا تمام نطبقها هذه كيف نطبقها في حل المسائل طيب لماذا نحن نطبقها لأنني أحتاج أني مثلا أصنع أرجوحة في حديقة تمام أنا عندي حديقة وأحتاج أني أصنع أرجوحة في حديقة أريد أن أضع هذه الرجوحة في نقطة اتزام بحيث تتزن عنده ركوب طفل وطفل آخر أين أضع نقطة ارتكاز وكم الأثقال المنزوء اللازم أن تكون موجودة هنا حتى تتحمل هذه الأرجوحة دون أن تنكسر يعني معناه هذا الموضوع له علاقة حتى في تصنيع الأراجيع أو تصنيع أشياء مثل هذه تستلزم فيها قوتين ويستلزم فيها وجود ماذا؟ عزمين لذلك نحن ندرس هذه الأشياء طيب الآن سنقوم بهذا أو اكتب عندك هذا السؤال متى تتزن الأرجوحة تتزن عندها فور شرطين سيجما العزوم تساوي صفر وسيجما القوة تساوي صفر أو سيجما تو وسيجما إث طيب تخيل هذا مثال ثاني لتدعيم الفهم أكثر وهذا المثال موجود في كتابك ماذا يقول هذا المثال؟ لدينا قلمي رصاص وقطع معدنية وشارط لاصق ثبت قطعتين نقد متماثلتين بنهايتين أحد القلمين ودعه التزن فوق القلم الثاني يبدو لي الصورة تشرح الموضوع كامل يعني عندك قلم رصاص بهذا الشكل جيب هللات هللتين من نفس الشي ولنقل نص ونص 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 نربطهم مع بعضهم البعض نضع النصين في الطرف اليمين والنصين الآخرين في الطرف اليسار ربطهم بشريط الناصق بعدها هات القلم الرصاص الآخر الحر الحركة وقم بتحريكها أنت يمنة ويسرة إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى أن يقف القلم الذي يحمل الهللات على هذا القلم على القلم الحر طبعاً عندها هنا تكون قد وصلت لمرحب تزاني عندها قس ماذا؟ البعد من نقطة ارتكاز إلى الثقل الأول والبعد من نقطة ارتكاز إلى الثقل الثاني هذه هي بالفعل R1 و R2 أين F1 و F2؟ هي الهللات الموجودة هنا وهنا F1 و F2 فهي مطبقة عندنا عملياً نشوفها مع بعض هنا متى يتزن القلم؟ بنفس السياسة يتزن عندما سيجما F تساوي صفر سيجما تاو تساوي صفر لاحظ نفس الموضوع لحجم أهميته نعيده أكثر من مرة حتى تحفظه معنا كيف نجعل القلم يدور؟ أذن الآن لاحظ هذه كيف تتزن أو يتزن القلم؟ هذا عكسها تمام كيف تجعله يدور؟ فأنت بطل ونبيه ستستنتج الآن مباشرة كيف أجعل هذا القلم يدور؟ طبعاً القلم يتزن عند نقطة معينة كيف نجعله يدور يكمل دورة كاملة بهذا الشكل؟ من خلال ماذا؟ إما تغيير R أحسنتم أو ماذا؟ أو تغيير الأثقال يعني أغير أو أخل بشروط الاتزان اللي هي أخل بسيجما تاو اللي هي المسافات أو أخل بأحد هذه القوة فتذهب ماذا؟ تذهب بجهة أخرى أو تتحرك بحيث أنها تدور ستجد ما شرحته في صفحة 44 في الكتاب طيب نبدأ الآن بتطبيق بحل مسألة اقرأ معي أحضر لالة الحاسبة ولنطبق مسائل العزوم مثال 2 صفحة 45 ماذا يقول؟ يلعب سعيد ولؤي على أرجوحة أفقية طولها 175 بـ 1.75 متر بحيث يحافظان على وضع الاتزان للعلبة كما ترا هنا في الرسم دائماً الرسم يساعد في حل المسائل فإذا كانت كتلة سعيد 56 كيلو جرام كتلة لؤي 43 كيلو جرام فما بعد نقطة الارتكاز عن كل منهما أهمل وزن الأرجوحة دعنا الآن نبدأ بماذا؟ بالمعطيات ما المعطيات عندي؟ كتل MS لسعيد ML للؤي طبعاً بالكيلو جرام وحدات دولية ما فيها كلام RS اللي هي المسافة يبدو لك في الرسم مواضحة صح؟ RS اللي هي تبع سعيد RL تبع له I طيب ما المطلوب مني؟ المطلوب حساب البعد يعني المطلوب R1 و RL و RS طبعاً لن أختلف على الترميز قد ترمز لها ب1 و 2 الترميز مهم لدينا ولكن ثبت الرموز من أول ما تبدأ في حل المسألة هنا نسبة للأسماء رمزت بS و L فقط طيب يبدو ذلك أنني سأطبق الشرط الثاني وهو ماذا؟ سيجما العزوم تساوي صفر فسنطبق الآن قانون سيجما العزوم تساوي صفر أولاً أولاً ماذا أوجد؟ لكي أطبق هذا القانون طبعاً هنا سيجما تاو لكي أطبق هذا القانون لسيجما تاو لاحظ أنه نفس قانوني السابق ولكن أبدلت بماذا؟ أبدلت ال1 بS لاحظ Fs و RS هذه S small دائماً ننتبه أن رموز الأحرف الترميزات تكون تحت الحرف الأصلي يساوي FL في RL تمام الكلام؟ تأمل معي هذه المعادلة أنا الآن أريد تطبيقها مباشرة هل الF موجودة عندك صريحة؟ لا ليست موجودة هل الRS موجودة صريحة؟ أصلاً هي المطلوب هل الFL موجودة صريحة؟ أيضاً ليست موجودة ماذا أفعل؟ هل الRL موجودة صريحة؟ أصلاً هي المطلوب إذن يستوجب علي حاجتين أولاً أن أحسب الF لكل من سعيد ولو أي ثانياً أن أوجد واحدة من الآرات إما RS أو RL كيف توجدها؟ عندما نقول واحدة بدلة الأخرى تعال معي عن رسمة وافتح كتابك هنا واكتب معي هذه المعادلة هذه كلها عبارة عن ماذا؟ واحد بوينت سبعة وخمسين طيب إذا هذه كلها عبارة عن واحد بوينت خمسة وسبعين فالمسافة هذه نحن أخذنا ماذا؟ أخذنا RS فالمسافة هذه لسعيد كيف نجيبها؟ كيف أوجد الRS لسعيد؟ عبارة عن الواحد فاصلة خمسة وسبعين مطروحاً منها هذه القيمة اللي هي RL يعني باختصار إذا أنا عرفت الـ RL ما علي إلا أن أطرحها من الكامل العصة فنوجد ماذا؟ نوجد الـ RS تمام الكلام؟ واللي يحلها بالعكس أيضاً صح بمعنى يعني لو قلت أن هذه RL عبارة عن واحد فاصلة خمسة وسبعين ناقص الـ RS برضو صح ستصل لنفس النتيجة إذن بذلك عايزي الطالب سنقوم بحلها بهذا الشكل طيب كيف يكون ذلك؟ قلنا أنني سأقوم بالتعويض مباشرة طيب الـ F هل أوجد الـ F أولاً؟ ماذا؟ نوجد وزننا كل من سعيد ولو أي أعلم أن الـ F G تساوي ماذا؟ M الكتلة مضربة في الـ G هل الـ M مات موجودة؟ نعم أعطاك إياها في المسألة هذه هي هل الـ 9.8 موجودة؟ أصلاً ثابت فبالتالي لاحظ ماذا فعلت إذن أكتب إن أردت هذا القانون عند هذه التعويضات لأنه أنا عولت هنا بـ F S لسعيد وـ F L للو أي كتبت 56 لمن؟ لسعيد ضرب 9.8 بالآلة كم طلعت معاك؟ ممتاز 548.8 طيب نفس الكلام بالنسبة لمن؟ ليلو أي 43 ضرب 9.8 كم الناتج؟ 421.1 نيوتن ممتاز إذن أوجدت هذول أنا؟ طيب ماذا أستفيد ولماذا أوجدتهم أولاً؟ حتى أدخلهم في معادلتي هنا طيب F S عبارة عن ماذا؟ 548.8 مضروبة في الـ R S نزلتها كما هي لم أغير شيئاً تساوي 421.1 مضروبة أيضاً في الـ R L هذه L هذه L عدلها عندك L small طبعاً طيب لاحظ الآن هل أستطيع إيجاد الـ R S والـ R L من المعادلة؟ لا لا بد أن أعوض بواحدة بدلالة الأخرى أكتب إن أردت هذا الكلام أعوض بـ R مثلاً S بدلالة R L لاحظ ماذا كتبت؟ كتبت أن الـ R S عبارة عن نزلت هذا كما هو أن الـ R S عبارة عن هذه القيمة نفسها هنا التي أوجدتها أنا من الرسم صح ولا لا؟ فبالتالي 1.75 ناقص الـ R L تمام؟ تساوي الباقي ينزل كما هو الـ 400 تنزل الـ R L تنزل كما هي الآن يبدو لك أصبح الموضوع سهل ليه؟ لأنه أنت الآن ستقوم بإيجاد ماذا؟ ستقوم بإيجاد المجهول في طرف كيف؟ طيب؟ يلا نوجد المجهول من المجهول هنا؟ تأمل معي عندك قوس فمعناه هذا سيضرب هنا قيمة الحد الأول وسيضرب الحد الثاني لا أنسى هذه الطريقة في الرياضيات لفك الأقواس ثم هنا عندي R L يبدو لمعادلة كاملة أرقامه R L أحضر أو أوجد R L في طرف ماذا أفعل؟ أولا اضرب 500 يلا بالآلة معاي 548.8 ضرب 1.75 كم الناتج؟ سيظهر لك هذا الناتج هذا حاصل ضرب الأول ناقص من وينجة إشارة ناقصة؟ هذه تمام؟ ناقص كم؟ 548.8 مضروبة في الرياضيات كما هي؟ صح الكلام؟ تساوي نزلة 421 نزلة R L نزلة طيب كأن معادلاتي بدأت تتكون بطريقة سهلة طيب أستطيع الآن إيجاد ماذا؟ أستطيع أن أوجد قيمة R L في طرف ماذا أفعل؟ المجاهل كلها في طرف والمعلوم كله في طرف فمعناه أنقل الـ 548 للطرف الآخر تبقى من؟ الـ 960 هذه لوحدها أطرح النتيجة ستظهر لك ماذا؟ ستظهر لك قيمة R L بكم؟ ستظهر لك قيمة R L بـ 0.99 إذن بالآلة أقوم معي بما ذكرت هذه العمليات مهمة تمام؟ انقل أولاً انقل 548 للحد الآخر هنا اطرح 548.8 من الـ 421.1 الناتج تقسمها على ماذا؟ 960 الآن هذه R L وهو المطلوب بعد نأخذ ارتكاز عن كل منهما يعني نريد R L و R S أنا أوجد من؟ R L أستطيع أن تتنبأ كيف أوجد R S هذه R S المطلوبة نعدل هذه هذه R S المطلوبة كيف أوجد R S؟ كيف أوجد R S؟ أعلم جيداً من هذه المعادلة أن R S اكتب معي هذه الفقرة R S 1.75 لننقل في مكان أكبر طبعاً الـ R S 1.75 اللي هي حاصل طرح الكل ناقص الجزئية المطلوبة طيب راح أطبق في هذه المعادلة معي؟ إذن راح تكون عندنا R S تساوي 1.75 مطروحاً منها R L طبعاً إحنا جبنا R L كم R L؟ 0.99 بالآلة ستظهر لك ماذا؟ ستظهر لك قيمة R S بكم أحسنتم؟ بكم؟ 76 بوينت 76 طبعاً والوحدة متر تحقق من كلامي جيداً بإعادة هذا الفيديو مرة ثانية وباستخدام آل الحاسب مرة ثانية ربما أنت عزي الطالب تحتاج عمليات حسابية أطول من هذه قد تستخدم عمليات حسابية لا مانع ولا مشكلة في ذلك لكن المهم أن لا تختصر العمليات الحسابية مثل ما اختصرتها أنا لأنه لدينا المهارة أنت تحتاج أن تبني مهارة فأعدها بخطوات مفصلة أكثر هذا بالنسبة لهذه المسألة كثيراً سنحل في مسألة العزوم بإذن الله وصدقها بإذن الله هذا بالنسبة لكيف يمكن أن أطبق مسألة عزم وكيف أن أطبق شرط العزم في الحساب القادم أيضاً ستعرف على كيف أن أطبق الشرطان معاً الآن أن أطبق شرط واحد لو لاحظت استخدمت سيجما تاو هنا سيجما تاو فقط في المرات الأخرى سأستخدم الشرطان معاً إذن ما تعرفت عليه في درسي اليوم أخذت إيجاد محاصلة العزوم وعرفت أنه لا بد من تحقق شرطين أو أحد الشرطين سيجما تاو تساوي صفر وسيجما إف تساوي صفر ما معنى سيجما إف تساوي صفر أي أن إف ون تساوي إف تو تساوي صفر وما معنى سيجما تاو تساوي صفر إف ون مضربة في الأر ون تساوي إف تو في الأر تو اختبر فهمك في تدريب أو حل تدريب سؤال 14 صفحة 46 بذلك عزي الطالب والطالبان تهينا من درسنا اليوم أن نوفقنا من الله ونخطأنا من أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته